اشتركوا في القناة 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 بلذة الدين طب ليه حسب الموضوع دا طب شوف بقى فيه اخت تانية بتقول سؤال بيحيارني الامة في غفلها بتبعد عن ربها يوم بعد يوم هنفوق امتى هنستعد ونعد الاعداء امتى امتى النصر هنظل الامتى مستضعفين صبرنا نفذ بعد ما كل اذلاء العالم او الاذلاء تجرؤوا علينا بشرنا بشرك الله بالجنة شوفوا اخر كلمة كاتبها في المشكلة بتاعتنا بتاعتها بشرنا بشرك الله بالجنة انا عايز انا حاسس ان البنت بتقول هو فيه في الدين حاجة جميلة هو فيه في الدين لزة هو فيه في الدين احنا تعبنين الدين بقى كله هم الدين بقى كله مشاكل انا مش بقول ان الدين كده ده انا بنقلك انا بترجبلك كلامها انا بترجبلك كلامها عشان نبدأ نتكلم في المشكلة الخطيرة اللي انا عايز اتكلم عنها النهاردة والمعنى الخطير اللي انا بازني الله سبحانه وتعالى اتمنى على الله ان يوصل لنا كلنا النهاردة بشرنا بشرك الله بالجنة ده انا حس انه واحدة يعني خلاص هي الوقتي يعني بتتهاول الارض وبتقول حاجة يا جماعة نقطة مية برده يا جماعة على الحلق اللي تمزق من العطش يا اخوانا حاجة جميلة نحس انه في حاجة جميلة في الصحراء اللي احنا فيها والتعب اللي احنا فيه يا اخوانا عايزين نحس بلذة عايزين نحس بامل عايزين نحس بمعنى السؤال التالت برضو احنا بنحاول نجيب يعني مجموعة من المشاكل اه ونبدأ ايه زي ما جبنا مشاكل مثلا الشباب والفتيات فانا مش عايز بقى اكرر مشاكل شباب والفتيات زي ما جبنا مشاكل الشباب والاكتاب النفسي والتوتر المرضي والعلاج النفسي وعملنا حلقة عنها حلقة الاكتاب النفسي زي ما جبنا واتكلمنا برضو ايه اللي بيوصلنا للمرحلة دية زي ما جبنا بإذن الله سبحانه وتعالى اه انا هتجنن يا شيخ ال الضياع النفسي اللي وصله كثير من الملتزمين انا خايف انا الان انا ضايع انا 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 وبدأنا نتكلم عن برضو المشكلة دية في المرة اللي فاتت يعني فضل الله المرة دي بقى برضو المشكلة التالتة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم وبركاته انا كنت ملتزم بالمظهر خجول المهم الكلام ده كله حتى تفتحت عيناي على واقع ولله الحمد جميل جدا يعني هو بيقول انا فوقت انا بقيت ملتزم او بحاول التزم بس السؤال الوقتي انا ليه اخ كم سبب من اسباب التزامي ولكن يعني الفترة اللي فاتت دي لما التقيت به لقيته اصر لحيته حياء قل يعني دي كلمة بقى وراءها ما وراءها ثار يتحدث مع الفتيات على الفيسبوك بقى شخصية جريئة هجومية هجومية يعني عادة يشتم في المشايخ مع من يخوض في اعراض يعني الذين علموهم الدين من اكتر من عشرين سنة انا اريد طريقة لاعظوا بها يعني قضية الانتكاس يعني قضية ملتزم وبينزل يعني نزول مستوى التزام كثير من الملتزمين والملتزمات والاستسلام للامر الواقع الكسرة اللي حصلت عند كثير من الملتزمين والملتزمات في الثلاث سنين الاخرانيين انهم اتكسروا للواقع بقى ما بيجرؤش ان يقول ان النقطة الفلانية حرام ان الموضوع الفلاني حرام بقى خلاص ماشي مع الايه يعني ماشي مع الفلو بتاع الماشي مع الطيار وخلاص ايه يا جماعة الشباب نافر من الدين لا يا جماعة الشباب الشباب ملتزم وبينتكس لا يا جماعة ملتزمين وعايشين تعبنين وفقدين لذة الدين لا يا جماعة يا اخواني في الله عارفين النهاردة الدرس بتاع النهاردة عنوانه ايه عارفين الدرس بتاع النهاردة الشعار بتاعه ايه هي قوضة يا حضرت هي قوضة يا حضرت فاكرين زمان كان فيه مصرعية زمان فواعد بيقول لواحد نبدأ ندخل بقى في الموضوع بتاعنا وواعد بيقول لواحد انا ومراتي وحماتي ووالدتي وعيال التمانية قاعدين في قوضة فقال له يا راجل حرام عليك سايبين الشقة كلها واعدين في قوضة قال له ده هي قوضة يا حضرت انت مش فاهم فالراجل ده جماعة اللي من الكربس اللي خانق نفسه وخانق عياله وحماته بتنام تحت السرير ومراته بتنام على الشباك وهو بينام على الارض والعيال بينامه طبقات فوق بعض الراجل ده خلبان يا جماعة ليه اصلي اوضة حضرت انما تخيلوا لو اكتشفته ان الراجل ده فعلا في شقة كبيرة ووسعة وعمل في نفسه كده خانق نفسه كل اللي معاه في قوضة واحدة الراجل ده يبقى عائل يا جماعة الراجل ده يبقى بفهم الراجل ده بقى لو بعطلنا على الفيسبوك كيف يفتح لي قلبك وقال انا مخنوق يا شيخ انا تعبان يا شيخ انا بتعذب يا شيخ انا ما عدتش حاسس باي حاجة بعملها يا شيخ انا محتاج قلب جديد انا هو مش محتاج قلب جديد هو محتاج عقل جديد الاخت دي مش محتاج قلب جديد الاخت اللي بتقول انا ما عدتش حاسس باي حاجة بعملها انا يعني بقول لكم يا جماعة ان في مشكلة تانية كبيرة اوى 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 عند الملتزمين والملتزمات انهما عايشين في دور هي قوضة يا حضرت هو الدين كله بقى عنده قوضة المصيبة انك تكتشف ان الدين ما هوش قوضة ان الدين شقة كبيرة واسعة المصيبة انك تكتشف ان الدين ما هو شقة ده الدين قصر كبير واسع القضية انك تكتشف ان الدين مش قصر ده الدين مبنى عظيم يساعي البشر كلهم بكل ميولهم واتجاهاتهم ورغباتهم انما مصيبة الملتزمين بتوع هي اوضة حضرت اللي بسبب انهم خنقوا الدين في حاجة واحدة خلوا الدين شئ واحد هو الدين شئ كنا مع بعض روحنا تدبر مع بعض واعدنا يعني كزا ساعة كده اوسط المناظر الطبيعية والتسبيع وروحنا مقابر مع بعض واعدنا نتدبر في المقابر حتى فاكر تعليق واحد منهم قال انا كنت فاكر ان انا لما اجي المقابر شخصيتها تتأفل وهبقى الملتزم الكئيب وهبقى النمازج اللي انا طول عمري خايف ان انا بقاها انا حاس ان انا فرحان انا حاس ان انا صدر انشرح اكتر انا حاس ان انا بستمتع بالدين اكتر انا حاس وروحنا مخابر مع بعض وقعدنا في التضبر مع بعض وقمنا ليه مع بعض وطلعنا فصح مع بعض وكلنا جلاتي مع بعض واتعشنا مع بعض ويعني وعملنا حيات كتير جدا فضل ومنة الله سبحانه وتعالى مع بعض فوانا ماشي مع بعضهم امبرح قلنا ياه هو الدين جميل اوي كده هو الدين حلو اوي كده وما للناس خلق انا بسأل ايه هو الدين واسع اوي كده الدين الواحد بدأ يفكر الدين ده يعني دموع في قيام الليل الدين ده يعني شاب ضائع راح يزني كلمته عن ربنا دموع الندم اللي نزل من عينيه منورة بتنور الدنيا كلها الدين الدين حياة اجتماعية الدين اجابة دعاء الدين دعاء دعاتيه لربنا مبرح وانده هرده بيتنزل وقلبك هيموت من الفرح مش بالاجابة مش بالنعمة بالمنعم اللي نزل عليك الاجابة الدين كرمات الدين عطاءات الدين طريق جميل الدين متع الدين بهجة الدين رب يريد انه يسعد قلبك رب يريد انه يفرح قلبك الدين ود الدين اخوة الدين حب حقيقي الدين انك بتلاقي اخوات بيتحبوك ويتحبيهم الدين انك انت بتموت عشان اخوك واخوك بيموت عشانك الدين دعوة الدين تطحية الدين مجهدة الدين عبادة الدين قصص تيسير هداية الدين رؤى صادقة من الله سبحانه وتعالى بتنولك الطريق وبتبشرك الدين فرحة جباعة الدين افراح يا جماعة المصيبة ان احنا حولنا الدين لهي قوضة يا حضرت افعلنا الدين ده الدين بقى عنده صلوصون بس ده الدين بقى عنده كل واحد بقى افعل الدين الدين ده عندنا بقى طلب علم بس الدين عندنا بقى كلام في قضية واحدة بس وكلام في موضوع واحد بس الدين عندنا احنا يا جماعة لو عيشنا الدين الدين ده امتع شيء على وجه الدنيا والله العظيم مدعة للتزام الحقيقي امتع من كل النوادي والفنادق والشواطئ وامتع من كل المحرمات الدين لذة مهولة ولكن للربيطبق الشرط قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ايدخلوا في الاسلام ايه ها حد يكمل معايا ادخلوا في السلم ايه كافة الدين وان باكتج يا جماعة الدين ده وان باكتج على بعضها الدين ده الذين جعلوا القرآن عظيم قال لك يعني خلوا القرآن عمل زي اعضاء الجسم كده زي اعضاء اطعوا القرآن خلوا القرآن اجزاء فلما بصوا للدين لقوا الدين صعب زي بالظبط اللي يقول لك في الشريعة هو ليه المرأة نص الراجل هو ليه عامل زي الحسنة اللي في وش المرأة يعني فيه نساء بتعمل الحسنة دي صناعي من كتر الحسن اللي فيها حتى سموها حسنة من الحسنة اللي فيها رغم من الحسنة سودة ولو جبنا الكاميرا على الحسنة بس هتلاقي الشاشة سودة والمنظر وحش جدا انما لو صورنا الوش على بعضه هتلاقي الحسنة دي اضافت حسن وجمال للواجه على بعضه هو ده الدين كل حاجة فيها جميل كل شئ فيه جميل كل شئ فيه ممتع كل شئ فيه مبهر كل شئ فيه لذيف بس على شرط ادخله في السلم كافة ما تقفلوش الدين كافة كل الدين احنا فاكرين يا جماعة ان اللي بيزود على نفسه في الدين ده بيشد على نفسه يا ابني انت تسداد استمتاع هقول لكم حاجة اكتر حاجات في الدين الاخوة والاخوات والناس بتبعد عنه بسببها هي اكتر حاجات بالدواءة المتعة فيه التضحية المجاهدة الاتصال بالله الزهد في الدنيا دي اكتر حاجات بتجيب متعة في دين ربنا سبحانه تعالى ادخله في السلم كافة ما تقفلوش الدين ما تحولوش الاصر الكبير او القضة واحدة فتلاقي الشاب مخنوق بالدين مش عايز يلتزم ليه ما هي قضة حضرت هيجي فين وهو لما بيبص بتبص للاخته ولما بيبص للاخه يلاقيه قاعد يعاني في قضة فتصان هيدخل وراك يعمل ايه وتلاقي الشباب بدأ ينتكس وبدأ يقصر لحيته وصاحبه اصر دقنه بقى ليه لانه هو عايش نفسه ندين قضة فمش قادر يستحمل فاول ما بيلاقي شباك بيقوم نطط منه ليه لانه هو عايش نفسه في قضة هو لو دخل في القصر عمره ما هيفكر برا عمره ما هيفكر شان كده يعني كان في حوار الوقت بين وبين احد اخواني واحنا في الطريق كنا بنتكلم عن جماعة الاخوان المسلمين هو ممكن يكون الكلام غريب او ان انا اقول حاجة زي دي بس سبحان الله واشاك جي في ذهن الوقتي فبنتكلم ان جماعة الاخوان المسلمين لما فرض بيدخل فيها بيعملوا ايه بيتجوزوا من بعض فتلاقي الاخ دهوت اتجوز اختي دهو واختي ده هي اتجوزت دهو ففي مصاهرة فبقى في ارتبط بالمصاهرة وبعركات لايه حياة اكتماعية بينهم ومن بعض يتفسحوا مع بعض ويسفروا مع بعض ويروحوا مصايف مع بعض ويروحوا كل حاجة مع بعض فبقى في حياة اكتماعية وفي نفس الوقتي فيه جلسات ايمانية مع بعض فبقى في ارتبط ديني مع بعض وفي نفس الوقتي فيه رسالة مشتركة بينهم ومن بعض فبقى في ارتبط وفي نفس الوقتي يشغلوا بعض اللي عنده شركة يشغل كل الاخرين عنده ده فعلا دي جماعة الاخوان المسلمين فعليا يعني انتو عارفين ان انا يعني فضل الله سلفي واحب كل الجماعات الاسلامية كلها منامت على ما انا كالي السنة ولكن انا برصد لك واقع فتلاقي تدخل مثلا الشركة بتاعت الفلان تلاقي مشغل كل اخوانه معايا وتلاقي المحل بتاع فلان مشغل اخوانه معايا وتلاقي فلان وفلان وفلان عملوا التجارة مع بعض فبقى التجارة مع بعض الرسالة مع بعض العبادة مع بعض الحال اجتماعية مع بعض المصاهرة مع بعض يسيبوا بعض دول ازاي مين اللي يقدر يفرق جبع زي ده بقى يعني يعملون لهم بقى معتقلات يضربوهم بالرصاص من الطيرات يضربوهم بالاربجهات من العربيات الهمر اللي يعملون لهم دول ناس عارفوا عن ايه اخوة دول ناس عارفوا عن اين الصهار داخلي دول ناس عارفوا عن ايه ترابط يا جماعة انا عايز اقول لكم ان الدين لما بيتفتح الدين لما بنكتشف الاصر محدش هيفكر انه يخرج هيبقى بالزبط زي قول الله ان الذين امانوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلة خالدين فيها ايه لا يبغون عنها حوة لا مش عايز يغير مش عايز يسيبها يعني اللي عنده عربية نفسه يجيب عربية احسن اللي عنده شقة نفسه في شقة احسن انما الدين يا جماعة زي الجنة بالزبط لا يبغون عنها حوة لا اللي يعرف حقيقة الاصر عمره انما اللي قاعد لجوه وقوضة خانق نفسه ومكره الناس في الدين ومنفر الناس من الدين ولما بينط من الشباك يقول لك يا اخ الدين كان صعب يا ابني انت ظالم الدين معاك اللي انت بتعمله ده مش شمولية الاسلام مش شمولية الدين مش عشان كده علماء التربية تكلمه في منفهوم التوازن التربوي انك لما تربى الاخ ما تقولهش الدين صلى وصن بس ما تقولهش الدين دعوة بس ما تقولهش افتح له الدين على بعضه عرفوا اسماء الله الحسنة عرفوا الحال الاجتماعي عرفوا الاخوة عرفوا الحب في الله عرفوا التطحية عرفوا نصرة الدين عرفوا كل الافاق اللي تعرفوا جمال الدين عشان كده ليه ربنا قال ادخله في السلم كافة لأن جمال الدين مش هيبان غير لما يبقى على بعضه جمال الدين مش هيبان غير لما يبقى الصورة كلها على بعضها لأنه كلمة الخطيرة اللي بتفهمنا وقفلنا على نفسنا فيها وقلنا أن هي أكيد الدين كلمة الخطيرة كلمة ابن تيمية رحمه الله كلمة دي يا جماعة عايزة كتب تتشرح فيها وبيقول ماذا يفعلون بي جنتي في صدري جنتي في صدري الكلمة دي يعني انا ما اعتقدش ان فيه انسان يقدر يشرحها مهما كان بلغته انتو عارفين يعني ايه يا جماعة جنتي في صدري يعني يا جماعة ابن ثبا مش بيقول انا جوايا فرحة مش بيقول انا جوايا سرور مش بيقول انا جوايا سعد انا جوايا جنة انا جوايا جنة يا ناس يعني ايه انا جوايا جنة الجنة دي فيها الف فرحة وفرحة الجنة دي فيها الف سبب للسعادة الجنة دي فيها مليون فرح هي الجنة دي فرح واحد ولا فرحين ولا تلاتة الجنة بيقولك انا ماشي صدري ده مجمع افراح انا صدري ده في الف فرح وفرح جنتي في صدري كلمة مهولة هيعملولي ايه هياخدوا مني ايه دنايا ناس ماشي وجوايا جنة زي الجنة اللي عرضها سباة الارض جنة من المشاعر والامانيات انا ماشي جوايا جنة انا ماشي جوايا افراح فرحان باسماء الله الحسنة انا بكلم كلوقتي وقدامي في الحيطة الناحية التانية لوحة الاسماء الحسنة كل ما ببص الاسم بافرح بربنا كل ما ببص الاسم الوكيل يا السلام انت لما بتوكل محمي شاطر بتحطه في بطنك بتخصفه وتروح تنام وما لما ربنا ليبقى وكيلك ولله المسألة الاعلى كل ابص الاسم الحميد قدامه يعني يقولك استهل الحمد كل حاجة ربنا بيعملها كلها حمد كنت مع بعض اخواني الوقتي طلعنا كده على الطريق السريع وروحنا كده ايه الفخراني في اجا كده ايه ناكل بالليلة مع بعضه يعني حاجة كده بعض اخواني وحبايب يعني فواحد مننا جايب ابنه صغنان فابنه يعني ابنه عايز يجري حافي والدنيا برد وابوه عايز يلبسه الشفشم اللي في رجليه فالوقت بيقاوم وابوه بيقاوم يعني دايقوني بقى يا جماعة خنقتونا فانا حتى بص قلت سبحان الله ولله المثل الاعلى بقول لابوه انت خايف عليه من ايه قالوا الوقت بيجيلوا برضه بسرعة فالوقت مخنوق من الشفشب ومعتقد انه هو لبسه ليه هيديق هيديق ومش فاهم انه لو ما لبسوش ممكن ينام اسبوع بين الحياة ويموت والموت في دور صاح فقلت سبحان الله ولله المثل الاعلى البن انا بيتعمل مع ربنا كده معتقد ان الدين عايز يكبته ان الدين عايز يأيده ان الدين عايز وهو مش عارف ان الامر اللي متضايق منه ده هيعيش تعاسة الدنيا والاخرى من غيره هيهلك في الدنيا قبل الاخرى من غيره هيضيع في الدنيا قبل الاخرى من غيره اضيد انك انت جنتي في صدري انا فرحان يا رب انا فرحان باسماء الله الحسن انا فرحان باسم الله يعني كل اسماء الله اسم الله المؤمن اسم الله المؤمن ده جماعة يعني فترة من الفترات يعني مثل للواحد اخطر اسم في اسماء الله الحسن المؤمن يعني اللي طول ما انت مع انت في امان مهما كان في مشاكل في مصادر للخطر فيه 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 اسم الله المؤمن اللي بيامنك اللي طول ما انت معاه انت في امان اسم الله سبحانه وتعالى اسم الله الكبير يقول لك ربنا كبير ربنا اللي يمكن هيسبنا ربنا اللي يمكن هتخلى عنا اسم الله المانع يقول لك فلان منع الاعداء ان يصلوا الى فلان المانع اللي يحميك ويحفظك اسم الله سبحانه وتعالى اسم الله المغني يعني ده في رواية طبعا الولايات المسلم اسم الله المغني المغني ده يغنيك عن الدنيا واللي فيها يغنيك عن البشر واللي فيها يغنيك سبحان الله العظيم أما الواحد يعيش فرحان فرحان بكرم الله شوفوا لما النبع عليه الصلاة والسلام يوصف ربنا يقول يمينه ملأ لا تغيضوها النفقة سحاء الليل والنهار سحاء الليل والنهار دي ما في امتهاش ففتحت يعني في علماء اللغة اشوف علماء اللغة قالوا ايه في الساحو فلقيت ان السيل الساحية اللي بتجرف اللي ممكن تقشر الحاجة والثمرة من اشرتها من قوة السيل سحاق الليل والنار يعني الخير نزل من يمين الله فيضانات يعني الرحمات نزلة من يمين الله فيضانات طب انا الوقت ولله المثل الاعلى انا اب فانا بكسب كل يوم عشر تلاف جنيه وبقول لكم انا بصل في العشر تلاف جنيه تتوقع كده ان تسعين في المهم العشر تلاف جنيه دول بتصرفوا على مين على ولادي مش دول احب نسلية فلما الرسول يقول ان ربنا سحاق الليل والنار ان يمين الله الخير نازل منها فيضانات لمين بقى للكفرة للملاح ده للبوزيين للبرامة لللي بيسجدوا للبقر ما بالتأكيد لعباد الله الصالحيين يعني ده كلمة تم لقلبك فرح فرح بعطاء الله فرح بكرم الله فرح باجابة الدعاء كل مرة الواحد يرفع اينه ويقول يا رب وتتنزل الاجابة يا فرحتك بالله يا فرحتك بربك الكريم فرحان بغنى الله لما النبي يقول لربنا اسألك من الخير كل دعاء ده لما بجا دعيف الصلاة باتحك يعني الواحد بيبقى ياتحك غصبا عنه اسألك من الخير كل عاجلة واجلة ما علمتوا منه وانا ما اعلم السؤال ده الطلب ده يتطلب من مين مين اللي من اهل الدنيا يتطلب منه الطلب ده يعني الواحد ساعد يعني بيبقى عايز يدعي به مش عشان الدعاء بس نفسه يعني الدعاء نفسه نسأل الله من الخير كل عاجله واجلة ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم امين ونعوذ به من الشر كله عاجله واجلة ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم امين ولكن لوحد بيبقى يدعي بالدعاء ده عشان يفرح بربنا عشان يفتكر ربنا ممكن يعمل له ايه عشان يفتكر كرم ربنا الفرح 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 بتنزل الله انا يا رب عشان انا يا رب يعني انت ممكن يقول لك يعني تخيالي كده بقى يعني اه عربية كده بقى ايه فور بيفور والعربية مفيمة وقامت وقفة قدامك اه وقامت نازل منها ناز مسئولين بقى والحاجات اللي بتبقى في هدانهم ديت وبتكلموا بالنزلك انت مطلوبة الوقت ايه المحافظ عزمك عنده في بيته المحافظ عزم انا انا ده انت هتقعد تتكلمي سنة عن انت طول عمرك هتفضل تتكلمي عن المحافظ عزمك في بيته يعني مرة دخلت محل يعني شاب من الشباب يعني بيصلح اه حاجات مهانة في المحل بتاقى يعني فلقيته معلق صورة المحافظ هو بيسلم عليه كان بيلعب ملاكمة زمانه ولا لعب قوة بيسلم يقولت سبحان الله عشان مرة المحافظ اللي زمانه مات بقى ولا زمانه تشل وجيبه يا داله خمسين واحد المحافظ مدي ايده وحط ايده في ايده حطتها وانبروزها ويا السلام سلم وبيتبهها قدام الدنيا امال الله الله لما يقول الملأ الاعلى حميدان يا عبدي واثنى علي يا عبدي امال لما الله يتنزل يعني تخيلوا كده لانا وقف دي جاي من رئاسة الجمهورية ونازل قدام بيتك ايه رئيس الجمهورية جاي وزورك انا مخصوص طب امالي الملك متنزل عشانك ملك الملك كله دي مش تفرح يا جماعة الفرح يا جماعة الفرح برد الله علينا في الفتحة الفرح بالجنة الفرح بالاسلام يعني انا عايز اقول يعني ابن تيمية بيقول جنتي في صدري ليه ليه كلمة جنتي في صدري جمال الدين مش هي يا قوضة يا حضرت الصورة اللي بتحسسني بجمال الدين قوي صورة الفتحة صورة الفتحة بتفهمك الدين ده كميل قد ايه الدين ده عظيم قد ايه لما ربنا يقول اهدنا الصراطة المستقيم كل كلمة فيها بتحسك بجمال الدين اهدنا الصراط بنات ادور في كلمة الصراط اشوف يعني الصراط كلمة الصراط دي يعني ايه لقيت ان الصريت في اللغة الفلاوذج يعني ايه الفلاوذج زي البسبوسة بالفوزدو كده يعني زي البسبوسة بالمكسرات كده حاجة يعني تحفة يعني حاجة كانت زمان بيعدوها يعني من ولائم الملوك الحلويات اللي الملوك والملط مليونيرات بس اللي بيأكلوها فيعني يا جماعة الصراط ده الطريق الجميل الطريق الممتع الطريق المبهج ربنا بيقول لك الطريق الجميل قد ايه الصراط يعني يقول لك فرص سرطان يعني بيأكل الطريق اكل يعني الطريق السريع. الطريق اللي مش هتتعطل فيه. اللي مش هتتبادل فيه. يقولك الصراط يعني الطريق الواضح. الطريق الواضح. السلس. السهل. يقولك استرط الطعام يعني بلع اللقمة على طول بسرعة لبلعوم ام ايه? منازلها في المعدة. الطريق السهل يا جماعة. يعني كلمة الصراط دي جمعت معني السهولة والجمال والمتع والبقجة والفرحة والسرعة والوضوح. ده الصراط طب يعني ايه دينا الهدى اللي هو نور الشمس يعني ده طريق الدين ده طريق النور كله لما ربنا يقول الله نور السماوات والارض يعني كل ما هتقرب من ربنا انت بتقرب من النور يعني كل ما تقرب من ربنا انت بتقرب من النور في الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم ده اسم جميل قوي الحمد لله يا رب العالمين ماشي الرحمن الرحيم احنا لسه في البسملة قلنا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بعض المفسرين قالك لان اكتر صفتين شواهدهم مالية الكون كله هي الرحمن الرحيم اما اسمعت الكلمة دي تصدمت اما انا مش حاسب كده ليه انا من نسبالي مثلا اسم الله العظيم عظمة الله في الكون كله اسم الله القدير اسم الله الخالق مثلا يعني ده اكتر اسماء انا شايف ان شواهدها مالية الكون فالوحد يرجع يوقف مع نفسه كده الرحمن الرحيم يعني الدنيا كلها رحمات حتى بص في جسمي يا انا ربيا ده انا ست اثنين بادرس في كل الطب رحمات ربنا في جسمي لو الرأة كان يتقل شوية كان الانسان ماشي ينهك والعظه بالله يلهث زي الدواب رحمات ربنا في الكون في الشمس في بعدها في حجمها في الامر في بعضه في حجمه في القشرة الارضية في نسبة الاكسوجين رحمات ربنا في تنازل القرآن رحمات ربنا في اجابة الدعاء رحمات ربنا زي ربنا عمل العاصي ومن باب اولى زي ربنا عمل الطائع رحمات ربنا في رؤية ربنا يوريها لك في فترة انت تايه فيها يدلك فيها على طريق بس احذر انها تكون من الشيطان طبعا اهل التأويل هم اللي فاهمين الرؤية الحق من الرؤية من الحلم اللي من الشيطان رحمات ربنا في تيسير الهداية رحمات ربنا اللي خلت خلتكوا قاعدين الوقت يا شباب ونص مليون موقع اباحي بينكم وبينهم ضربة على زرار مين اللي جابك مين اللي جاب قلبك مين اللي جاب بنصيتك عشان تسمع عن ربنا مين اللي اخذ بقلبك ليه والشباب اسكى منكم واقوى منكم وممكن يكونوا احسن مننا كلنا وقاعدين الوقت بدربة زرار قدام المواقع الاباحية اش معنى انت اللي ربنا اختارك اش معنى انت اللي ربنا سمعك اش معنى انت اللي ربنا جابك الرحمن الرحيم من ساعتها وانا لما باجي في فتح اقرأ الرحمن الرحيم حس ان انا قلبي بيتغسل في نور رحمة الله حس ان الرحمن الرحيم ده زي احساس اللي عنده فشل كله ولما بيقعد على مكانة غسيل الكلة ده غسيل القلب بقى بتملق قلبك بحسن اتظن بالله ربك الرحمن الرحيم افرح الفتحة كلها جمال الطريق زي ما ربنا سبحانه اقول فيها مالك يوم الدين يعني ايه مالك يوم الدين يعني انتو عارفين اه يعني بعض المفسرين قالك الدين يعني الجزاء يبقى يوم الجزاء والدين يعني الحساب يبقى يوم الحزاب والدين يعني الخضوع يبقى يوم الخضوع في واحد تاني قالك يا جماعة الدين هو الدين يعني ايه الدين هو الدين يعني اسمه يوم الدين هو اليوم بتاع الدين يعني اليوم بتاع الدين يعني زي ما اقول لي واحد عريس مثلا ده يومك يا عريس ده ليلتك يا عريس ده يوم الدين ده اليوم اللي هيظهر فيه عز الدين وجمال الدين وعظمة الدين اليوم اللي هيتعرف فيه جمال جلسة الضحة اللي كنت بتوقع تتوب فيها ومش هدر تكملها اليوم اللي هيتعرف فيه جمال القيام اليوم اللي هيتعرف فيه ذكر جميل قد ايه اليوم اللي هيتعرف فيه الدين بيرفع قد ايه اليوم اللي هيتعرف فيه جمال الصيام اليوم اللي هيتعرف فيه جمال الدين الدين بيعمل جمال قدقاء جماعة في الحياة يعني مالك يوم الدين ده ان اليوم اللي هيظهر فيه جمال الدين جمال الاسلام عكس بقى يعني يوم الدين برضه النص درجة في سنوية العامة بتخلي الشاب بدل ما يدخل كله هو عايزها في بلده بيروح كله تانية ما هوش عايزها في بلد تانية ويتلطم اربع سنين بقى في المنصلات يعني يا ندمي بيقولك يا ندم اني مذاكرتش يا ندمي حتة الارض الفلانية كانت بقى يعني والدية الله يرحمها عندنا في المشاقة في المنصورة متر الارض وصل لأربع المئة ألف جنيه فتقول انا كان معروضة عليها المتر بخمسة وتلاتين قرش وبالتقصيد فتعلمت كلمة يا ندمي بقى كلمة يا ندمي يا ندمي بقى بتاعت يوم الدين بقى يوم ما فعلا الناس تعرف الدين ده كان مهم قد ايه الدين ده كان جميل قد ايه الدين ده كان ممتع قد ايه الدين بيد النهاردة بهجة ومتعد ايه تخيل بقى كلمة يا ندمي يوميها تطلع بشكل منظره ايه تخيل بس جمالي الدين يوم الدين ساعة حض النبي عليه السلام لما ترك الصلاة يضطرد ليه مع لهوش علامة الوضوء علامة الوضوء دي هي كلمة السر اللي لازم يدخل الواحد الحض بسببه لما واحد النبي يقول له صحقا صحقا ليه بدل بعد النبي بدلت حجابها وبدلت وبدلت عرفها وبدل اخلاقه وبدل شرعته واتبع واتبع شرائع تانية بدل لما واحد يضطرد تالت اللي هو بقى ايه شايل على رقابته بقرة ولا جاموس اللي هو كان حرامي اللي كان بيغل اموال المسلمين اللي كان بيسرق ناس اموال اللي بيسرقوا بلاد بقى اموال اللي بيحطاموا بلاد ولاياته بالله اموال اللي مضيعين الامم بتاعتنا الطغمة اللي كبسة على نفس البلد في الحكم ربنا يخلصنا منهم يا رب اللي مضيعين ومخلينا تسمع عن اليابان قلبك يدوب من كتر جمال جمال اخلاقهم وجمال تعليمهم تسمع عن امريكا قلبك يطاهر من كتر جمال النظام السياسي بتاعهم ومش بقولين ده كامل بس فيه جمال الاسلام اعظم بس احنا مش عارفين تسمع عن اوروبا تبهر من جمال القواعد الاخلاقية بتاعتهم ترجع لبلدك تاني تقول منهم لله اللي كبسين على نفسنا وهم ضيعين جمال الدين ورميين الشباب ما بين مواقع اباحية وما بين مخدرات عشان يدمروهم ما يفكروش في جمال دينهم في ازاي يطبقوا جمال دينهم فده بقى يجي يوم الايامة صحقا صحقا اللي من بدلها بعدي وبعد كده بقى تخيل بقى على حوض النبي عليه الصلاة والسلام تخيل بقى احنا دخلين يا نهار ابيض عمر يا رجالة عمر داخل والكل بيكبر وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام جاه الله اكبر والكل فرحان بعد كده لا 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 ده مو صعب ابن عمر جاه ابني تيمية يا جماعة والله حسيب الجميع ربنا يجعلنا الامام الشفحي وصل يا اخواننا الله اكبر الامام فلان الشيخ فلان لا 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 فرح يا جماعة فرح الدين فرح الدين ده فرح زي ما ربنا قال في صورة الكوثر صورة الكوثر زي صورة الفتحة كده بتقولك الدين ده فرح هو صورة الكوثر بعد صورة ايه بعد صورة المعون صورة المعون اللي هي اخر ايا فيها ويمنعون المعون خلاص مش عايزين يدوا حاجة بدم ده مسلم ما تدروش ما تدروش حبة الملح بدم ده مسلم ما تدروش شربة المية بدم ده مسلم ما تعملوش ولا تدرو حاجة فجات صورة الكوثر بعد صورة المعون صورة المعون ويمنعون يبقى اخيرها يمنعون صورة الكوثر اولها ان ايه اعطيناك عكس المانعة لو منعك اهل الدنيا شوف انا هديك ايه بقى شوف انا هديك ايه وهم منعوك المعون الحاجات البسيطة الحقيرة الصغيرة يعني واحدة جارة عايزة تستلف من جارتها حلة اهاتلي يا ابن بسلتين من جارتي المعوني لحاجات الصغيرة اللي الناس بتحتاجها من بقى انما ربنا لمال ان اعطيناك الكوثر يعني ابن عباس ولك الخير الكثير ايه الكوثر ده يا جماعة الكوثر ده في حتة وصف في السنة كثير منها غفل عنها ما خدش بالو منها ان على ضفتيه قباب اللقلق الوصف ده يا جماعة ما يعديش كلمات القرآن والسنة معجزة للي عايز ربنا يفتح عليه بقى في التفسير وفي الحديث معجزة يعني ايه على حفتي قباب اللقلق عارفين لما تمشي على النيل فتلاقي التندات اللي الحكومة بتعملها ويجي كل ودو بنت يعد ويجاهدوا مع بعض في سبيل الله ولا يهدوا بالله اه التندات دي فعلى الكوثر بقى التندات دي بس من اللقلق بقى طب والنبأ يعمل بقى ايه ده الكوثر ده بتاع النبي عليه السلام ده نهر جوه ملك النبي في الجنة بس ده ده اتخيل بقى يعني ان انت ليك نهر من ضمن اصناف النعام بتاعتك نهر يعني حاجة يعني حاجة مقولة طب النبي يعمل باي يعني النبي ما هو هيقعد في في مكان واحد النبي يا جماعة عليه السلام ده يا جماعة الكوثر ده ضيافة النبي لأمته كل واحدة من قباب اللقلق دي يعد عليها واحد بقى ومراته واحد واسرته واحد وشلت الحبايب بتوعه فالنبي بيستضيف الامة كلها على نهر الكوثر منظر رائب انه اعطيناك الكوثر منظر الامة كلها ملفوفة حوالي النبي على نهر الكوثر فصلي لربك يا منحر قالك ده العيد الكبير بتصلي وبعاكها تتبح القضحية بتاعتك يبقى منظر النبي والامة كلها حواليه في العيد الكبير بعد صلاة العيد يعني الدين ده كله فرح ربنا بيقول للنبي انت زعلان ليه انت حزين ليه انت حزين عشان اللي بيقولوه شوف المنظر بقى بتاع الامة كلها وقى حواليك في الفرح بتاع الجنة والامة كلها حواليك في صلاة العيد الكبير واستنوا يا جماعة معحوض النبي ده جاي من نهر الكوثر يعني فرح يوم الامة يعني يوم الامة والامة كلها حواليه النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا بنصرخ من الفرحة كلما شخصية من الشخصيات التاريخية المؤمنة المجاهدة والعلماء كله بيدخل ده فرح ده فرح مهول اول مرة نشوف بعض بقى اول مرة كلنا نعرف بعض والنبي عليه الصلاة والسلام بيسقينا بقديه يعني يشوف الفرح بقى ميت فرح النبي اللي بيسقي النتامية بقديه وبيسقي اللي ما مشافها بقديه ويسقيك بقديه ويسقيك بقديه ايه الفرح المهول ده ايه الافراح الهظيمة دية ايه ده يا جماعة الدين جميل عشان كده وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم ده ايومكم الايوم الفزع الاكبر انتو مالكم الفزع الاكبر الملتزم ماله بالكلام ده الملتزم ما مالها بالكلام ده النهاردة كنت باسمع في صلاة الفجر ولا باسمع فين مش فاكر باسمع ايات عن يوم الايامة انا يعني ممكن يكون اللي جنبك بيبكي من الكلام عن الصراط والكلام عن الحوض وكلام عن الميزان وكلام انا قاعدة تخيل يا نهار ابيض ايوة كنا في صلاة الفجر فعلا في خاتمة صورة قاف يوم تشققوا الارض وانهم صراعا احنا عادة تخيل كده احنا نقوم عشان ننظر لواجه الله هو احنا يوم ده يوم الامن يا جماعة احنا ده ربنا وجاء ربك يا جماعة يعني الواحد ممكن عقله يطوش من المعنى ده اصلا هو انت انت بتفكر في الصراط انت بتفكر في الميزان هنا سيدنا موسى اول ما النبي عليه السلام بيقوم من من نفخة اللي ساق بلا سيدنا موسى باطش بقائمة من قائمة العرش عايز يقرب من ربنا عليه ده ما يقدر هيموت من الشوق الى الله الواحد بتخيل ان يوم الامن ده الاهل الشوق الى الله بياخدوه بنظرة تانية خالص او يعني مش بنظرة تانية يعني بيبقى في معنى اضافي في صدرهم غير الفزع بتاع الصراط والميزان والتطاير الصوف ده في حاجة تانية انا ممكن اشوف ربنا انا 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 فعلا ممكن الوقت اشوف ربنا حاجة تنخلع لها القلوب الدين جميل مش هي اوضة حضرت حرام علينا جماعة حرام علينا اللي احنا عملنا في دينا والله العظيم حرام علينا حرام على كل اخ عقدي الناس في عشدته او الملتزم امضرب الماء وحداشر في وشه و甘 ماشي في صحت كلها ولا في البداع ما يسلمش ما يعملش حبيب انت مش ما بتسلمش لان الدين جد انت عرف انت بسلمش ليه اقولك الحقيقة انت بتسلمش عشان الناس تفضل تحترمك انت بتسلمش عشان الناس تفضل تهابك انت بتدوس على دينك عشان انت تعل عليه لان مصلحة الدين مش انك انت تعمل عم المحترم الوقور مصلحة الدين انك تضحك مع الناس وتبوس ادن الاطفال وتبوس راس الناس وتخدم الناس وترحم الناس وتحضن الناس انما اللي انت بتعمله ده مصلحتك انت اللي انت بتعمله انت بتترسم انت بتترسم على الناس وبتضيع جمال الدين عند الناس فبتبقى النتيجة كأنهم حمر مستنفرة فرَّت من قصورة الناس بتحس ان الدين قصورة ان الدين قصر ان الدين قهر ان الدين جبر فرَّت كأن الدين هلكة ليه ممكن يكون لان دول ناس فاسدة كتير كده واحد فاسد اصلا هو فهم الدين بس فازد ولكن للأسف الشديد ممكن ده لان الملتزمين وصلوا للناس ان الدين خنقة لما الناس تشوف الملتزمين بيتحكم بيفرحهم وبيفرحهم انا مش مش السزاجة يعني انا اسف يا اخواني انا اسف يا اخواتي معلش انا اسف مش الهبل بتاع بعض الاخوة اللي افتكر انه عشان يقول للناس ان الدين جبيل يقوم بقى ايه حاطت صور عادية على الصفحة بتاعته حكوا انت بتاعه ويتكلم مع بنات عادي وبينوا بالنفسه ده عشان يا رب الدين وما يقولش على حاجات حرام وهي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحرمات لا انت كده حبيب مش بتقول الدين جبيل انت كده بتشويه الدين عايز ترسم صورة في نظرك انها جميلة وهي مش حقيقة الدين الدين جميل زي ما هو الدين جماله فيه منه فيه جمال منه فيه الدين جماله انه يظهر زي ما هو كده بس يبقى الناس اللي بتدعوا عليه ناس فهمة ناس بتتحك ناس عندها حياة اجتماعية ناس عندها اخوة ناس عندها حب ناس عندها تضحية ناس عندها مجاهدة ناس عندها زهد زي ما انها بدي غنم بين جبالين اللي صفوان كده تلت قرى تلت قبائل اسلام بسبب الحركة ده تلت قبائل يعني قول مثلا عشر تلاف بني ادم نجوا من الخلود في جهنم بسبب الحركة ده ايه ليه الناس انبهرت هو الدين كده هو الدين العطاء ده كله هو الدين الكرم ده كله هو دين نهاردة ربنا ما انه علي قعدت جزء من جلسة الضحى بي اه اه يعني باب في كتاب الشمائل المحمدية لمحمد ابن جميل زينو ربنا يحفظه اه 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 الكتاب ده كتاب الشمائل جميل زينو كتاب مشور جدا يعني كتاب معروف جدا فتحت احاديث في الاخلاق يعني النبي عليه السلام بيتكلمها الاخلاق والكتاب كله توضع النبي حلم النبي رحمة النبي شجعة النبي عليه السلام فالواحد ده بيقعد يبص في الاحاديث ويصلى على الرسول عليه السلام بيبقى عامل زي ما تبص في الكون كده وتسبح الله فبعد شوية التسبح بيعظم في قلبك قوي لدرجة انك انت وانت لوحدك تلاقي لسانك بيسبح كده قلبك بيسبح فبرضو نفس الموضوع الصلاة على الرسول عليه السلام لما تقعد تبص بقى في اخلاق النبي والسلام واحاديث الاخلاق واحاديث صفات النبي عليه الصلاة والسلام وانت بتقول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لايه نفسك بعد كده اخلاقك تغيرت لايه نفسك بعد كده الصلاة على نبي لي بقت حاجة تانية انا قعد ابص النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا انا مبهور بجمال الدين مبهور بجمال الدين اخ من اخواننا انا عارف ان هو بيحب اقول الاخلاق نديته احد تورره الاحاديث واشرع له فيها انا حاسس في عنيب الانبهار ده دينا يا جماعة ومال احنا عاملين كده ليه ده جمال دينا ده جمال الدين بتاعنا ده روعة الدين بتاعنا الدين بتاعنا جميل بالدرجة دي ان من خياركم خياركم ديت يعني الصفوة يعني الخلاصة يعني وربك يخلقكم اشاء ويختار لما ربنا هيصفي ويختار هيختار من دون من احسنكم اخلاق يا السلام مش بس اكثركم عبادة اكملوا المؤمنين ايمانا يا السلام شوف الكلام احسنهم خلق اكملوا المؤمنين ايمانا يعني شوف الاخلاق ان من احبكم الي احسنكم اخلاق من احبكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللي يخالي النبي يشفع لك ممكن تبقى احفر في ردوس الاعلى حب رسول الله بسبب الاخلاق لا ده 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 بعد ما خدت الصنة بتاع الحديث ده بقى خدت الصنة اللي بعدها احب عباد الله الى الله احسنهم خلق حب الله ده احب عباد الله الى الله احسنهم خلق يعني الموضوع يا جماعة ممكن يوصل لانا زائم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة. وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. وبيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني الاخلاق تخلي عندك اصور في كل درجة من درجات الجنة. تخليك راجل عندك املاك وعقارات في كل مكان من اماكن الجنة. الاخلاق ممكن. طب شوفوا ده بقى ان العبد لا يبلغ. بحسن الخلق. ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه. ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه. درجة الصائم القائم. ده الصائم ده يعني جنة الريان. القائم ده يعني وليك ويزون الغرفة. فردوس الاعلى. يعني يعني بل بعض العلماء قال لك اصلا ان الجنة تلت درجات مش درجتين. قال لك الجنة فيه جنة العادية. جنة يعني بتاع تصحي اليمين. وفيه جنة العالية. وفيه جنة الغرف. يعني ده قال لك جنة الغرف دي كمان حاجة فوق كمان الجنة بتاعت المقامات العالية قيم الليل يعني ان المؤمن اللي يدرك بحسن خلق درجة الصائم القائم ده دين يا جماعة ده الدين بتاعنا ده الدين بتاعنا اللي احنا دايسين عليه بفساد اخلاقنا وفساد معاملاتنا في الدنيا كلها لما قعد الدعاء لما راح اليابان فعمل برنامج مشهور على اليابان احمد شقيري لما بيقول ركب تاكسي فالراجل في النص تاه فبيقول الراجل عمل حركة يعني فعلا تطار لها بيقول الراجل ام موقف العداد لحد ما قعد يسأل ويعرف الطريق الصح ولما تحط على الطريق الصح ام شغل العداد تاني ايه يا جماعة دي اخلاق الناس دي اخلاق البوزيين واخلاق المسلمين فين اخلاق اللي الرسول بتاحهم عليه صلى الله عليه وسلم يقول لهم ان من احبكم الي واقرابكم مني مجلسا يوم القيامة واقرابكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقة وان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفايقون بتوع الكلام يعني بتوع الكلام اللي مقضينا كلام ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ايه دا يا جماعة دا ايه يا اخواننا دا دينا يا جماعة دا دينا وفي النهاية هي قضا حضرت واللي مش عاجبه واللي مش عاجبه يبقى منتكس وضلالي وفائد وما فيش في امل يا ابني انتو انت اللي مدي صورة ديئة عن دين ربنا صحة عالة انت اللي محول الدين اللي بيتي ساعك انت والخمسة ستة بتوعك انت اللي مفت الدين دا بيتي ساع السبعة من اللي ياربن ادم اللي على وجه الارض الدين دا واسع الدين دا جميل زي ما ربنا واسع دين ربنا واسع دين ربنا كل ساعة دين ربنا كل جمال مش دين ربنا قصورة دين ربنا كل جمال دين ربنا كل متعة انا مش عارف اقول ايه اخواني انا عايز اقول انا عايز اقول ان مكلثوم بنت اقبة سابت الدنيا كلها وهجرت للنبي عليه السلام يقينا لانا حسد بحاجة اجمل انا عايز اقول ان اهل الكهف سابوا الدنيا كلها وسبوا الجواز والخلف والاهل والفلوس والمجتمع يقينا حسوا بحاجة اجمل وده اللي هتكلم فيه ان شاء الله بإذن الله في قصة اصحاب الكهف الجزء التاني في درس الجماعة الشرعية الجمعة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى عن الحتة دي اوعى تفتكروا ان اهل الكهف دول كان حياتهم صعبة اوعى تفتكروا ان حياتهم بقى جبل وصخر وكهف ظلمة يا ابني لولا كان فيه جمال اعظم من اي متعة كان هياخد القرار ده ازاي يا اخوانا ايه المتع ايه المتع اللي كان الناس دي عايشة فيها ايه الجمال اللي الناس دي كانت عايشة فيه جمال الدين جمال الدين لو فهمت الدين لو دخلت كهفة هتعيش جمال الدين لو تحطت في معتقل هتعيش جمال الدين الدين جميل كلمة لقى لها ابن تيمية ماذا يفعلون بيه جنتي في صدري انا جمال الدين عندي مش في فلوس معايا ولا جمال الدين في البيت اللي انا سكن فيه ابن تيمية بيقول لهم انا جمال الدين ده جوايا الجنة بتاعت الاسلام دي جوا قلبي الاسلام دخل قلبي القرآن دخل قلبي هيعملوني ايه هيودوني فين انا حقيقة الدين جوايا انا فاهم انا فاهم عن الله سبحانه وتعالى هيعملوا فيي ايه الكلمة اللي الخضر قالها الموسى كلمة خطيرة يا جماعة كلمة خريبة قوي موسى والخضر اتفقوا مع بعض في صورة الكام بحكية سيدنا موسى اخ لقد جئتها شايا النكرة لقد جئتها شايا ان امرأ انشقتها لاتخزت عليها اجر فالخضر في الاخر خلاص مش هادفة انا كامل مع بعض شيء طبيعي جدا ان اتنين صالحين وما انفعش يشتغلوا مع بعض عادي عم انا دماغي تبليغ ودعوة مسلا وانت دماغ اخوان ما ينفعش يشتغلوا مع بعض مش مشكلة مش مشكلة يا سيدي مش لازم نبقى حاجة واحدة وتفرقها علي كل واحد مش شرط ان دعا كلهم يتكربسوا في صغر واحد مش شرط الاخوة كلها تتشتغل في صغر دعوة واحد ولا مش شرط يعني مش شرط ان لازم الناس اتنوع فالخضر بيقول لي موسى مش هينفع نكمل مع بعض مش هينفع ليه مش هينفع خلاص انا ليه يا شروط وانت خلاص يعني هزي الشروط لم ايه لم تعطيني اياها فمش هينفع نكمل قال له ايه قال هذا ايه حد حافظ قال هذا ايه فراق بيني وبينك هذا ايه فراق الفراق يا جماعة عكس الهجر الهجرة الهجر ده ترك الشيء الذي تكرهه الكفر والمعصير الفراق وداع الحبيب للحبيب يعني انت حبيبي بس مش هينفع نبقى مع بعض دي العلاقة بين الجماعات وبعض ولا الجماعات مسحوا ببعض الارض وشوهوا صورة الدين في الدنيا وكرهوا الناس في الاسلام دي العلاقة ما بين الدعاء وبعض دي العلاقة ما بين الاخوة وبعض دي العلاقة ما بين كل اتنين اشتغلوا مع بعض وماكملوش او ولا تلاقي واحد مسلا ساب جماعة من الجماعات ولا ساب الاخوان المسلمين يلف القنوات كلها يا شهر انت بتهبب ايه انت بتهبب ايه ربنا يخلص الامة من اللي زيك انت بتهبب ايه الخضر لما نفعين الشهر مع بعض قال له هذا فراق انت حبيب قلبي وحبك ما لقلبي سمش نلفع مع بعض ونصطر عورات بعض يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغرب فاواري سوءة اخي مش فاحتك ستر اخي مش يلفوا في الفضائيات يهتكوا ستر بعض عشان ما عرفوش يشتغلوا مع بعض عشان ما اتفقوش في الشغل مع بعض فاواري سوءة اخي عنده سوءة فاواري ايها فاواري سوءة اخي قال هذا فراق شوفي الجمال بتاع العلاقات في الاسلام ده دينا يا جماعة الجماعة بتعمل مع بعض كده الشباب اللي قاعد يقطع في الشيخ على اسمك المجرمين الظالمين اللي عمل انت بتعمل اي يا ابني تعرف الناس دي عشان زي ان لولا الناس دي يا ابني انت كان زمانك الوقت بتزني في مدعارة لولا الناس دي يا ابني كان زمانك الوقت بتشرب هيروين وشبابك متحطم ومتضمر لولا الناس دي ربنا حطاها في طريقك كان زمانك الوقت ما انتش عارف كان زمانك ضايع فين? وجاي الوقتي تشتم وجاي الوقتي تهجم وجاي الوقتي ايه ده? فين الدين? فين جمال الدين? اللي يدخل الفيسبوك ويشوف الاعلاقة ما بين المختلفين مع بعض? مين الملتزمين? فين جمال الدين? اللي يشوف اخلاق المسلمين في السوق? في التجارة? فين جمال الدين? اللي يشوف منظر المجتمع بتاعنا? فين جمال الدين? اللي يشوف حياتي الملتزم وهو قاعد في قوضة وسايب الحالة الاجتماعية في الاسلام وصايب خدمة اخوانه وصايب التفاني عشان اخوانه وصايب انه يشيل من دمه عشان اخوه وصايب معاني التضحية معاني الرسالة معاني كلمة الحق معاني الدين يا جماعة كبير الدين مش حتة اوضة مقفولة علينا مع بعض جمال الدين للأسف الشديد احنا ضيعناه يعني انا مش عارف اقول ايه هي اوضة يا حضرت هو ده شعر الملتزمين والملتزمات الوقتي هي اوضة يا عم الدين اكبر من كده هي اوضة اللي عايز يدخل يدخل اللي مش حاجبه يدخل يبقى انسان ضل انتهى ابن حسبنا الله ونعم الوكيل يعني انا المعنى اللي انا مش عايز اضيعه في نهاية الكلمة ان الدين ده مشاعر وجمال الدين في المشاعر اللي فيه جمال الدين في المشاعر اللي ملياه قصتين اللي يهزوا قلبك في القرآن مؤمن الفرعون مؤمن الفرعون ومؤمن الياسين مؤمن الياسين منظره ونازل والمرسلين بيتكلمهم والسككين في وشهم والبلطغية هيقطعوهم حتت بالسككين ونزل واتكلم ومؤمن قال فرعون قدام فرعون ووقف واتكلم انا بحس ان القصتين دول قصة انا مش اهدر اسكت مش هقدر اسكت مش هقدر اسكت مش هقدر اشوف اخواني بيتظلم ويتقطع واسكت مش هقدر اشوف ابناء الطاري الاسلامي بيتحرقوا فرعون على دين ربنا وبيعملوا دستور ضلالي واسكت مش هقدر اسكت مش هقدر اشوف الشباب عايش وسط المنكرات بفعل فاعل بفعل فعل عشان الشباب ده ما يفوقش الدين وما يفوقش الدنياته وما يفوقش الوطن واسكت مش هقدر اسكت مش هقدر اسكت مش هقدر اشوف ربنا بيعصى في الشارع واسكت اللي يقول علي ارهاب يقول واللي الترياقوا علينا في البرامج الترياقهم واللي نتحارب نتحارب مش هقدر اسكت ان الدين ده زي ما ربنا قال كده وقال رجل ومؤمن من قال فرعون ايه يكتموا ايمانة ان الامان ده بركان مشاعر كتم بركان اسهل من كتم الامان لما يكون ايمان صادق لما يكون مشاعر صادقة عشان كده اخواني في الله الدين مشاعر لما واحد يقول انا ما عدتش حاسس بحاجة مش حاسس بحاجة ليه ازاي كل جنة المشاعر ده مش حاسس بحاجة طب عايزين نتعلم المشاعر نتعلمها منين نتعلمها من صورة الفتحة اللي احنا برقنا فيها ازنش تسمعها الفتحة اللي بتفتح اللي هتفتح مسام المشاعر في قلبك اللي لو عرفت تعيش معها هتعيشك مع المشاعر في كل حياتك تعالوا يا جماعة نعالج الجفاف الروحي بصورة الفاتحة تعالوا نعالج جفاف المشاعر في الدين والدنيا في حياتنا بصورة الفاتحة تعالوا نعالج الاغلاق القلبي وفقد لذة الحياة بصورة الفاتحة تعالوا نعالج فقد الاحساس بجمال الدين بصورة الفاتحة تعالوا يا جماعة زي ما قلنا كده كل كلمة في سورة الفتحة بتقول لك الطريق ده جميل قدي اهدنا الصراط الصراط ده من الصريت البسبوسة بالمكسرات البسبوسة بالفزدق الفلوذج الطريق الجميل الطريق الرائع الصراط الطريق الواضح الصراط الطريق السهل بس اخرج من القوضة بس اللي انت خانق نفسك فيها الصراط اهدنا الهدى نور الشمس طريق المنور الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم جمال الغاية جمال ربنا جمال رحمة ربنا اللي بتنهمر للنهار فانظر الى اثار رحمة الله يعني بصوا الشواهد رحمة الله اللي فاضت في الكون الرحمن الرحيم جمال الطريق اهدنا الصراط المستقيم شوف صراط الذين انعمت عليهم يعني يعني بعض المفسرين قالك اهدنا ليه يعني طب ليه مش ارزقنا طب ليه مش اشفنا قالك اشمعنا طلب وطلب واحد بس فقال لهم لاني لو جت الهداية كل حاجة جت بدليل صراطة الذين انعمت عليهم انعمت النعم كلها جت لما الهداية جت النعم كلها تنزلت لما الدين جه طريق ربنا بيقول لك طريق جميل طريق مليان نعم طريق مليان رحمة الرحمن الرحيم طريق مليان بسبوسة بالمكسرات طريق منور بنور الشمس اهدنا طريق الفاتحة طريق كل فتحات حاولهم تعيشوا مع صورة الفاتحة وتعيشوا مع جمال صورة الفاتحة وتعيشوا مع مفاتيح الاستمتاع بالدين من صورة الفاتحة على قد ما تقدروا يا شباب على قد ما تقدروا يا بنات النهاردة تكلمنا عن بعض مشاكل للشباب والبنات اللي فقدوا الاحساس بلزة العبادات ولزة الدين وخلاص واخترنا سبحان الله اخترنا الشباب اللي بيعبدوا يعني انا ما جبتش مثلا بنت مش ملتزمة وبتقول انا مش حاسة بجمال الدين ده انا جبت بنات بتسمع دروس وبنات يعني في الطيام الالتزامي وبتقولك انا مش حاسة بجمال الدين انا مش حاسة باللزة للعبادة انا مش حاسة والشاب اللي حلق اصل لحياته كلم مع بنات في الفيسبوك بعدما كان داعي الى الله وناس التزموا على ديه واللي بعت الرسالة واحد من اللي التزموا على ديه ليه الشباب مخنوق من الالتزام ليه ملتزمين بيسيبوا الالتزام وبيبعدوا ليه ملتزمين جوة الالتزام وتعبنين لان هي اوضة يا حضرت لان احنا قاعدين جوة اوضة مش عايزين ناخد الدين كفة مش عايزين نعيش في جنة الدين مش عايزين ندخل الدين بجد مش عايزين نعيش معاني الرسالة والتضحية والمجادة بجد مش عايزين نعيش معاني الاخوة والحياة الاجتماعية بنا وبين بعضنا بجد مش عايزين ندخل بكل ظرف كيانة في طريق الدين مش عايزين نسلم نفسنا ربنا اللي هو الاسلام معنى كلمة الاسلام سلمت نفسك لله طواعية فرح بالله وثقة في الله وده معنى الركوع لما بتركع بتمد رقابتك لقدام كأنك بتسلم رقابتك للملك وانت وافق انه مش هيتبحك ولا هيكسال لك دهرك بالعكس ده هياخد بنصيتك لكل خير يعني كأنك في الركوع بتقول ان سلمت لك رقابت يا رب واثق فيك واثق انك مش هتضيعني ايه هو الدين بقى وايه هي القوض بتاعت الدين وايه هي القوض بتاعت اصر الدين كل واحد مننا يا جماعة على قد ما هيسلم نفسه ربنا على قد ما هيسلم نفسه القرآن على قد ما هيسلم نفسه للصحبة الصالحة والحياة وسط جو الدين على قد ما هيدخل بكل كيانه ما هيرمي نفسه ما هيرمي نفسه مش قد اخذنا امرنا من قبل مش بخطية خطوة جوه للدين وخطوة برا عشان برضو ايه على قد ما هترمي نفسك وهترمي نفسك جوه طريق ربنا سبحانه تعالى جوه الصراط المستقيم الطريق الجميل الواضح السهل الممتع دوت على قد ما نعيش الدين وعلى قد ما هنستمتع وعلى قد ما هنفهم ان احنا يعني لا نبغي عن دين الله حوله ولا نبغي عن الالتزام حوله مفيش متعة زي متعة الدين زي متعة القيام زي متعة الصيام زي متعة التدبر في الخلق زي متعة الاخوة في الله الاخوة الصادقة الحقيقية زي متعة الحب في الله زي متعة بزل الدم في سبيل الله زي متعة كلمة الحق في وجه الظالم انك انت تقف وش الظلمين تقول لهم يا ظلم يا قتل يا مفسدين يا اللي ربنا هينتئم منكم وهينكل بيكم مفيش متعة زي متعة كلمة الحق مفيش متعة زي تلوة القرآن بقى البصافي مفيش متعة زي دموع الندم والتوبة مفيش متعة زي الدعوة الى الله وهداية الناس على ايديك وعلى ايديك مفيش متعة زي انك انت تعيش عشان ربنا بفهم واسع وقفق واسع لدين ربنا سبحانه وتعالى ربنا يجمع علينا امرنا ربنا يفقهنا في ديننا ربنا يرزقنا دعاه وعلماء يفهمونا ديننا ويفتحوا لنا افقنا في دينا وما يقفلوش الدين بتاعنا على قد فهمهم هم على قد علمهم هم على قد افقهم هم لا يبقى ربنا مدهم افق واسع يعلمونا وينورونا ويفهمونا ويفجروا التقاط الكامنا جوه كل اية وجوه كل حديث وينورولنا القوط بتاعة الاصر الكبير اللي احنا لحد الوقت مش عارفين فيه غير قوضة قطين ويعرفونا دينا جميل ودنا عظيم ودنا ممتع ربنا يرزقنا دول لو احنا نستاهل ربنا يبعثهم لنا لو احنا نستاهل ربنا يفهمنا لو احنا نستاهل ربنا يدخلنا ان المتقين في جنات في الدنيا قبل الاخرة ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة ربنا يرزقنا جنة الدنيا والاخرة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا توبة نصوحة اللهم يتوب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم اننا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نستغفرك يا ربنا من كل طاعة فعلناها خالط قلوبنا فيها الرياء وابتغينا بها غير وجهك اللهم إنا نستغفرك من كل نفاق في قلوبنا ومن كل رياء في قلوبنا ومن كل عجب أو كبر في قلوبنا اللهم طهر لنا قلوبنا اللهم زك لنا نفوسنا اللهم فهمنا ديننا اللهم فهمنا ديننا اللهم فهمنا اسلامنا اللهم اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم فقهنا في القرآن والسنة اللهم فقهنا في ديننا اللهم ارزقنا فهم ديننا اللهم ارزقنا العمل بديننا اللهم جعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم متعنا بديننا اللهم يا من أنزلت أحسن ما أنزل إلينا منك يا رب العالمين اللهم يا من استفيت لنا أحسن دين وأحسن كتاب وأحسن شريعة وأحسن عبادة اللهم يا ربنا متعنا بديننا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم متعنا اللهم متعنا بديننا اللهم متعنا بأسماعنا اللهم متعنا بأبصارنا اللهم متعنا بقواتنا ما أحييتنا اللهم إنا نسألك عيشة هنية اللهم إننا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من غلبة الدين وقحر الرجال اللهم ارزقنا الأخوة الصادقة اللهم ارزقنا الحب الصادقة فيك يا رب اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا فيك يا رب اللهم اجعلنا من المتحابين فيك ومن المتواصلين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتباذلين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتناصحين فيك اللهم ارزقنا الحب فيك حبا يغبطنا به النبيون والشهداء يوم القيامة يا رب يا رب متعنا بديننا يا رب يا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين ونحن بندع يا شباب ما تنسوش اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا النبي قالك ان الدين ده متعة يا جماعة في فرق بين اللهم عافيني في سمع اللهم عافيني في بصري ده النبي كان بيدعي ان ربنا يعافيه في اعضاء جسمه انما متعني بسمعي يعني خلي كل سمعي في طاعتق للقرآن خلي كل بصري متعني ببصري خلي كل بصري نظر للكعبة نظر للتدبر نظر للقرآن نظر لآياتك متعني بقوتي خلي كل ظرة ايتي بيه في جسمي في عبدتك يا رب يا جماعة دي المتعة ده يعني استمتع من قوتي وشبابي ده المعنى اللي النبي عليه السلام كافح بالقرآن والسنة لحد ما وصل للصحابة ان الدين هو المتعة ان عبدالله ابن عبدالعاص بيقول له يا رسول الله سبنا استمتع بشبابي يا شباب عايزين نكافح يا شباب عايزين نفهم الناس الدين نفهمهم بتطبيقنا مش بكلامنا مصبت السلفيين ان عندهم كلام ما عندهم مش واقع مصبت السلفيين انهم بيدعوا الناس لكلام مش بيدعوا الناس لواقع عندهم خطب رنانة واول ما الناس بيتيجي مافيش واقع مافيش اخوه مافيش بيت ايمان مافيش تواصل مافيش انصهار داخلي بينا وبين بعض مفيش مافيش تراهم ركعا سجادة مافيش در ارقم مافيش جوالات في الشوارع من كل الملتزمين والملتزمات مفيش جهاد مفيش مبيلاقوناش في المستشفيات والملاجئ مبيلاقوناش بينبوس جزم تابونا ومنا في الشارع قدام الناس ما بيلقوناش باشين وسط الناس نضحك ونفرحهم ونفرح بيهم ونخدمهم ما بيلقوكوش في دفعكم وشغلكم بتجروف حوائج الناس وحوائج زمايلكم خدومين باشوشين فرحانين الرسول كافح لحد ما وصل الصحابة للفهم المهول ده دعني استمتع من قوتي يا شبابي بقى الصلاة هي المتعة بقى الاخوة هي المتعة بقى تضحية هي المتعة يا شباب ورانا رسالة ان احنا نفهم المليون شاب اللي قاعدين عن الت الوقتي ان المتعة مش المواقع الفزة اللي بيسمعوها مش الافلام السيئة اللي بيتفرجوا عليها مش الاغاني اللي المتعة مع ربنا المتعة في طريق ربنا بس احنا نستمتع متعنا باسمائنا متاعنا الرسول بيقول يا رب متعنا يا رب المتعة المتعة دي لما بتكتب على فيلم ولا على حاجة بيتعرف انه قذر بيتعرف بتبقى عايز تملأ بقك بالبصق وتبصق على الاعلام بتاع الفيلم والقذارة اللي فيه ليه كلمة المتعة تحولت للقذارة والجنس والقرف انما كلمة المتعة دي بتاعتنا احنا كلمة المتعة دي بتاعت النبي محمد عليه الصلاة والسلام كلمة المتعة دية بتاعت الاسلام متاعنا دعني استمتع متعة الحياة هنكافح لحد ما نستمتع بدنا والحد ما نوصل للناس كلها متعة الدنيا. والحد ما مشاكل افتح لقلبك ده هيت. كلها تختفي. يوم ما نكسر القفل بتاع الاوضة الواحدة مش خنيقة ولا حاجة. الاوضة بس هي اوضة واحدة. الاوضة الواحدة اللي احنا قفلنا الدين عليها. ونخرج نجري في الاصر. ساعتها المذاكرة دي كلها تروح. وهتبقى بدلها افراح الملتزمين. وهيبقى بدلها كلنا ناس كل واحد ماشي جواه جنة. كل واحدة ماشية جواها جنة. الى ان نلقى الله وننظر في وجه الله. وننظر في ونحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم بحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بالخصوة العالي etálogic اشهد ان لا اله الا انت استغفر خاصcribe انا اشهد ان لا اله فضع